من هذا المكان بمركز التموين والاستنطاق الثور بدائرة حاسي بحباح يسترجع هذين المجاهدين ذكريات الكفاح منهم من استشهد ومنهم من اعتقل آنذاك بالقاسم وبولنوار شاهدان حيان لمجاهدين ذا قويلات أشد العذاب على يد المستعمر الجماعة هنا كاين المزلج فيه خمسة من الناس والخمسة مترأسهم نواري حمد وانا الكاتب انتع المزلج انا الكاتب انتع المزلج باش نعطي الوراق للناس اللي يعطوا اشتراك والناس اللي يتبرعوا والناس اللي يمدوا المصروف انتع الجيش مراكز التموين بالخرزة واحمد نواري وغيرها بمناطق الظل بولاية الجلفة التي تحتاج اليوم لعمليات الترميم خاصة وانها لم تأخذ حقها في كتب التاريخ واضحت منسية منذ عقود من الزمن نحن ندرك في الشهر لازم في الشهر نديروا كل المجال سنزورهم ومركز هذا مديرون يسموه مركز العبور مثلا من المركز اللي يكون فيها الصباح حتى المركز هذا مثلا نديروا من ثم يجيوا لهنا نديروا اجتماعات نديروا من المجلس واحدهم هذه توثيق للتاريخ وقد تحصلنا مؤخرا من السيد دولي وليت الجلفة على ترخيص وكذلك المبلغ المالي لترميم المعلم التاريخي في حاسي باعبع المقابل البانك كذلك سنقوم بترميم لعدة معالم تاريخية في هذه المنطقة تركنا هؤلاء المجاهدين وفي جعبتهم حكاية نظال طويلة وملئة بالأحداث يروونها للأجيال القادمة لإحياء وتوثيق معارك جرت بهذه المناطق